نعم العملية العسكرية متواصلة دخلنا في نطاق 48 ساعة بمعنى انقضى اليوم الثاني وندخل في اليوم الثالث لهذه العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي صوب مخيم نور شمس اصفرت هذه العملية حتى هذه اللحظة باعلان جيش الاحتلال قتله عشرة فلسطينيين داخل المخيم واعتقال ثمانية من المطلوبين بالاضافة الى العطور على عدد من الاسلحة والدخائر وكذلك ايضا تنفيذ عمليات تفجير لمصانع ومعامل لالعبوات الناسفة وفق مزاعم الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال ايضا اعلن ان تسعة جنود اسرائيليين اصيبوا منذ بدء العملية العسكرية في مخيم نور شمس ما بين جراح وصفت بالطفيفة الى متوسطة خلال كماء للمقاومة وكذلك ايضا تبادل لعمليات اطلاق النار صورة الاوضاع الميدانية حتى هذه اللحظة على ما هي عليه وهذا يعني بان الاحتلال حتى هذه اللحظة يواصل التركيز في نطاق وسط المخيم واقصى الاطراف الغربية تنطلق من الساحة الرئيسية الى حارة العيادة الدمج واطراف من المسلق وجبل النصر هذه الدائرة وهذا المربع السكني في المخيم الذي يعني يشكل بطبيعة الحال اكثر من نصف المخيم يركز جيش الاحتلال عمليات التمشيط داخل هذا المخيم قبل قليل تمكنت اسر من داخل مخيم نور شمس من الوصول الى منزل حاصره الاحتلال ساعات الصباح الاولى وقصفه بعشرة صواريخ على الاقل وتمكنت الاسر من انتشال ثلاث جثامين لشهداء في هذه اللحظات هذا يضاف طبعا لا يضاف بل يتضمن لما اعلنه جيش الاحتلال لكن قدرة الوصول الى هذه الجثامين الثلاثة كانت للتو قبل عدة دقائق في المخيم وتحديدا في محيط حارة المدارس حيث قصف الاحتلال منزلا بعشرة صواريخ محمولة على الاكتاف على الاقل ولاحقا فجر منزل في محيط هذا المكان واعتقل عدد من الشبان ليتضح وفق بيان جيش الاحتلال ان من بين العشرة الذي اعلن عن قتلهم ثلاثة كانوا داخل هذا المنزل في نطاقات اخرى من المخيم الانتشار العسكري هو سيد الموقف وجيش الاحتلال يواصل عملية الدفع بتعزيزات عسكرية الى نطاق المخيم وتحديدا من المدخل الغربي لمدينة تول كرم من حاجز سانعوز مرورا بمحيط مخيم تول كرم وعند مرور هذه التعزيزات تتعرض لعمليات اطلاق نار واستهدافات بالعبوات الناس فالتواقم الاسعاف حتى هذه اللحظة ممنوعة من الدخول والسماح لها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي بالوصول الى المصابين او حتى لانتشال جثامين الشهداء الاوضاع الانسانية كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى مؤسسات مدينة تول كرم وجهت نداء استغاثة للمنظمات الدولية لوقف هذا العدوان فورا والسماح للتواقم الطبية بالدخول سيما واننا نتحدث عن قرابة 25 مصابا داخل المخيم تمكن الهلال فقط على مدار 48 ساعة الماضية من نقل سبع اصابات فقط الى مستشفى ثابت ثابت في مدينة تول كرم والبقية لازالت داخل المخيم داخل المنازل يتم التعامل معها بطريقة اولية بدائية وبطبيعة الحال الوقت يداهم المصابين داخل مخيم نور شم السيما وان بعض الاصابات هي حرجة وقطرة للغاية هوية الشهداء غير معلومة حتى هذه اللحظة بشكل رسمي اعلنت وزارة الصحة عن استشهاد اثنين طفل فلسطيني الى الشمال من مدينة تول كرم قرب ضاحية شويكي وشهيد اعلن عنه داخل المخيم بقية الشهداء وفق المصادر المحلية حتى هذه اللحظة ما استطعنا احصائه ما يقارب الثمانية ولا ربما يفوق ذلك بيان جيش الاحتلال الاسرائيلي يقول بان الاحتلال قتل عشر هذا التفاوت ما بين هذه الارقام هو ناجم عن ما اكدت عنه وزارة الصحة ان هناك عدد من الشهداء والجرحى داخل المخيم لا يستطيع احد الوصول اليهم ولا يستطيع احد اجراء عملية احصاء دقيقة سيما في ظل حظر التجوال والطوق الامني المفروض على مخيم نور شمس ولربما قد يشكل نهاية هذا الاقتحام ونأمل ان يكون سريعا لربما قفزة في عدد ارقام الشهداء المعلن عنها على وقع هذا المشهد الميداني هذه صورة الاوضاع حقيقة في مخيم نور شمس ولربما ساعات طويلة يشهدها المخيم وعصيبة يشهدها المواطنون على وقع استمرار هذا الاقتحام الذي ينفذه الاحتلال شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات زميل خالد بدير مراسل الغد كان معنا من مخيم نور شمس شرق تلكرم شكرا خالد ترجمة نانسي قنقر